كشف فريق الدفاع المدني عن انتشار العشرات من الجثث يوميا من بين الأنقاض والمباني المدمرة في الموصل فضلا عن الجثث المنتشرة في الشوارع وكانت إحدى فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد قد توجهت إلى غرب مدينة الموصل وبدأت بعملية البحث بين الأنقاض وأفدى المسؤولون في الفريق بأنهم أخرجوا جثامين 800 شخص من بين أنقاض المنازل المدمرة في خلال ثلاثة أشهر فقط بينهم أطفال ونساء وشيوخ